ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بأنها مؤشرات اقتصادية إيجابية تجعل الجميع مطمئن بأن الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين ستحقق المزيد لصالح الوطني والمواطن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أعلن عنها ضمن خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021 شهدت الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا ضمن هذه الأولوية هذه الأولوية شملت أطرا عريضة شملت إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع لبنية تحتية كبرى ويتأثر ضمن هذا الإطار تخطيط خمس مدن جديدة ومشاريع البنية التحتية والاتصالات ومشاريع قطاع السياحة ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم ومشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريع قطاع التعليم ومشاريع القطاع الصحي ومشاريع قطاع الإسكان بالإضافة لقطاع الشباب والرياضة والتي ترتبط أيضا بالأولوية الرابعة وهي تنمية القطاعات الواعدة إنعكس ما تم إنجازه وتنفيذه على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين وتحديدا نمو القطاع غير النفطي حيث سجل هذا القطاع نسبة نمو بلغت 6.6% بالأسعار الثابتة خلال عام 2022 محققا أعلى نسبة نمو منذ عام 2012 متجاوزا بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% عام 2022 ما يؤكد التوجه الذي أكدت عليه حكومة مملكة البحرين دائما بتقليل الاعتماد على القطاع النفطي ترجمة نانسي قنقر